أمير الحقيقة النهاردة بعد ما حدث الصبح والأمور الخاصة بجانب أحد المزعين اللي تكلم الحقيقة وقال النادي الأهلي لا يمثل مصر هل هناك أخبار عن أي شيء يخص النادي الأهلي من الناحية الرسمية لأنا كنت عارفه أن الموضوع سيتم دراسته بعد نهاية مباراة اليوم وسيتم اتخاذ قرار خلال الفترة ما بعد نهاية المباراة هل في أي أمور تبشر بجديد خلال الفترة القادمة يعني في الحقيقة الملف ده مهم جدا جدا كابتن الإسلام يعني قبل أو مجرد ما شفنا الفيديو ده ومجرد ما الناس كل المسؤولين في البعثة وأفراد البعثة شافوا الفيديو ده كان في حالة من الحزن الكبيرة جدا عند كل أفراد البعثة واستيهاء بشكل كبير قوي لأن يعني في اليوم اللي الأهلي عنده فيه مطش بيمس فيه مطش ومطش نص نهائي كاس عالم وهتلعب مع فريق قوي زي بالميرس البرازيلي بإمكانيات كبيرة هتلاقي واحد مزيع طالع بيقول كلام من غير ما يفكر فيه مع كامل الاحترام لشخصه يعني لكن من غير ما يبص الأبعاد الكلام ده من غير ما يراجع حتى شك لو هو ليه علاقة بقرة القدم أساسا الله أعلم لكن طبيعي جدا سواء أهلي أو زمالك أو إسماعيلي أو بيرامي أي حد بيلعب في بطورة عالمية زي دي أكيد هو بيمس المصر دي مش حاجة جديدة فطبعا الاستيهاء كان كبير جدا عند كل أفراد البعثة وكان من المفترض أو مش من المفترض يعني لسه الموضوع قائم طبعا أنا عرفت قبل المباراة إنه حيكون فيه رد من نادي الأهلي بيعني طرق شرعية على ما حدث لأن ده أمر بصراحة يعني يزعل جدا يعني في الوقت برضو كابتن الإسلام دي نقطة لازم نركز عليها إحنا سفرنا مع الأهلي كتير وإنت كابتن الإسلام سفرت مع الأهلي كتير في كل حتة أي دولة بتروحها الدولة دي بتتمنى أن يكون عندها نادي يمثلها زي النادي الأهلي الأهلي بيتشرف أنه بيمثل مصر الأهلي بيتشرف أنه بيمثل الدولة دولة كبيرة زي جمهورية مصر العربية كلنا بنتشرف بالانتماء لها فإن يكون عندك نادي ومؤسسة بهذا الحجم وبهذه الإمكانيات وبهذا الطموح لازم يكون فيه تأدير من المزعين اللي بيتكلموا يكون فيه وعي قبل ما يقولوا أي كلام الدولة طبعا بتقدر جدا مؤسسة كبيرة زي الأهلي دي كلها أمور ما فيش أي يعني لغط في الجزئية دي تأدير واحترام كامل كامل ومتبادل بأمر طبيعي لأن الأهلي الجزء لا يتجزأ من جمهورية مصر العربية المؤسسة مهمة داخل جمهورية مصر العربية لديها جماهير كبيرة جدا 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 فلما يتقال كلام بدون وعي بالشكل ده فلازم طبعا يكون فيه خطوات يعني مشروعة وحق مشروع لنادي الأهلي أنه هو يدفع عن حقوق ويرد عن موقف ده وأعتقد أن ده حيحصل طبعا خلال ساعاتي سننتظر مزاحدة خلال الساعات القادمة وأعتقد أن رد الهيئة الوطنية للإعلام أو البيان اللي نزلته الهيئة الوطنية للإعلام ثم من بعده الشركة المتحدة ثم من بعده بريزنتيشن سبورت بيان مهم جدا طبعا الشركة المتحدة طبعا طبعا التلات بيانات دول أعتقد أن هم يعني هدوا جمهور الأهلي شوال لأنه الحقيقة الكل بيتعامل بحيادية مع الجميع الحقيقة واضح جدا هذا الأمر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر